فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية سلام عليكم قال رحمه الله وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل نعم الواجب أن يعرض ما عند المختلفين على الكتاب والسنة فيأخذ موافق الحق ويرد ما خالف الحق هذا هو الواجب قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله فإذا اختلفنا فلا نبقى على اختلافنا وكل يركب رأسه ويرى أنه هو المحق وغيره هو المبطل بل علينا أن نعرض ما معنا على كتاب الله نعرض أقوالنا ومذاهبنا وآراءنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله فما وافق الحق معنا أو مع مخالفين فإننا نقبله وما خالف الحق معنا أو مع مخالفين فإنا نرده هذا هو العدل والإنصاف نعم